قال الجيش الأمريكي إنه قصف صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب مسيرة تقع في مناطق اليمن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها دمرت ثلاثة سفن سطحية غير مأهولة وصاروخين متنقلين مضدين للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر وعلنت القيادة المسؤولة عن المنطقة في بيان أنها قصفت أيضا مركبة جوية غير مأهولة وحدية الاتجاه فوق البحر الأحمر بالفعل